بطلة الكويت وآسيا والعرب في الرماية وإنجازتها عديدة وكثيرة على مستوى المحافل الدولية والمحلية رح نصلت الضوء على هذه الهواية ونتكلم أكثر مع ضيفتنا البطلة أفراح بن حسين لعبة المتخب الكويت للرماية حياة شاء الله مساكم والله بالخير وحب أمسي على مشاهديننا الكرام وصراحة وايد مستهسنا أنا اليوم معاكم في بحيات شاء الله بشكل عام وقاعد تحقق هذه الانجازات الكبيرة سواء كانت المحلية وحتى العالمية لكن خلينا ندفديها خطوة بخطوة بدايت شون كانت مع الرماية ومتى بدايتي كانت في سنة 2007 التحقت في مدرسة الرماية في ميدين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شو اللي خلات شد الشينها شوفي أنا مبدئيا كان مجالي رياضي من أيام المدرسة من الابتدائي للمتوسطة لثنوية فبعد السنوية كنت أبي فروسية في كذا لعبة كنت بأدخلها بس ما أدري ليش ركست على الرماية أكثر بدايتي كانت كنت أبي ضيع بس في وقت فراقي يعني لا أكثر والأقل تحقت في لعبة البندقية عشرة متر دخلت تقريبا مدة سنة بعدها حولت على الشوزن هني لقيت أنا لعبتي أن هذا مجالي اللي أنا بأكمل فيه جذبتش هذا الشي جذب نواي ذكرت أنت عندك ثقافة من يوم كنتي في المدرسة كنتي صغيرة فتطورتها لين لقيت المجال التي تتبينها ولكن هل كنتي متوقعة أن يوم الأيام راح يكون وراء اسمتش البطلة؟ لا والله صراحة كلش ما كنت أتوقع بس كان عندي نجازات أيام المدرسة يعني كنت أحصل على مراكز أولى في ألعاب القوة الجري واثب عالي واثب طويل كنت أحصل على مراكز أولى على مستوى العاصمة يعني أكثر من بطولة حصت في الثانوية بس الرماية ما كنت أتوقع كلش الحمد لله طيب إذا بنتكلم أكثر كرياضة الرماية بشكل عام نوعية الأسلحة المستخدمة فيها الليفلز الخاصة بكل أسلاح والأسلاح اللي أنت تستخدمينها شنو هو؟ حاليا أنا سلاحي بارتا دي تي 11 طبعا أي شخص يتخل النادي طبعا النادي يوفرون لسلاح مع الاستمرار لما يشوفون أنه يحصل إنجازات ويوصل إلى مستوى قوي منافس حق أبطال عالم أو أبطال آسيويين هنا النادي يجز فئة من الشباب والشابات يودوننا طبعا إيطاليا لأن إيطاليا هناك هو المصنع الرئيسي حق السلحة فهناك يتم تصنيع السلاح الخاص لنا المتاز يعني النادي يهتم أي شخص عنده إنجازات كثيرة يوجهه ويديه حق مكانه يطوره بحيث أن يكون بطل سواء على ديرته أو أي مستوى على المستوى العالم أو على مستوى المحلي بشكل عام ولكن بإنجازات البطلة أفراح على مستوى الدولي والعالمي بشكل عام بدايتي كان أول إنجاز اللي حققت في السنة 2008 كان بطولة خليج كنت بفئة الجونيور حصلت على المدالية الذهبية على مستوى الخليج بعدها شاركت في العديد من البطولات العربية دورات ألعاب مختلفة في قطار في المغرب في مصر حققت العديد من الإنجازات منها فضية منها ذهبية بس إذا أتكلم عن أقوى إنجاز أنا حققته طبعا هو أنا ليلحين أنا فخورة فيه هو المدالية الذهبية كانت في بوظبي في سنة 2016 شهر 11 هذا كان أقوى إنجاز لي حصلت ما اسم البطولة كانت؟ كانت بطولة آسيا وكانت في بطولة دولية بعد هناك حصلت فيها على المركز الثاني فردي دائما الواحد لما تكون عنده هذه النقلة في حياته الإنجازات اللي هو ممكن هو يحققها على مساويات كبيرة استعادت تغير فيه شخصيته أمور كثيرة أش كثر غيرت الرماية من شخصيتك؟ أنا جدا إنسانا مو صبورة يعني كنت وائد مستعيلة بوائد أمور بحياتي بس الرماية علمتني صبر علمتني أن أنا لازم أنظر لأن الإنسان مو بيوم وليلة يكون بطل أو أوصل حق المراكز اللي أنا أبيها أو أحقق الإنجاز اللي أنا أبيه فأحس أن رماية وائد علمتني الصبر أن أنا أصبر لازم أن أتأنى شوي بحياتي ما شاء الله العائلة رياضية الوالدة والوالد والأخون وجنهم تحية طبعا عبر شاشة تلزن الراي فهل هذا الأثر أثر على شأن تكونين بطلة وبشكل عام نبي نعرف شون اللي يحتاجه الشخص سواء بنت أو شاب عساس يكون بطل طبعا إذا أتكلم أول شيء الوالد والوالدة هما اللي يشجعون أن أستمر بهذا المجال عندي الوالدة حكمة دولية عندي أخوي محمد هم بعد بطل العرب وبطل خليج بالنسبة حق إذا الإنسان بيوصل لأنه يوصل لحق أي إنجازة بيوصل لحياته طبعا لازم تكون فيه أهداف مبدئية بالنسبة لي أنا أول هدف حطيت أن أنا أوصل حق الخليج من بعدها حطيت هدف ثاني اللي هو إن شون أوصل أنا أخذ مدالية على مستوى العرب بعد ما حصلت على العربية لا طمعت أبي أوصل حق الآسيوية رسال الله والحمد لله حققت إنجازي الحين أنظر نظرة ثانية اللي هي العالمية فإذا أي إنسان بالدنيا بيوصل حق إنجازه لازم يحط أهداف من غير الأهداف إنسان ما راح يقدر يوصل صحيح البعض ممكن يشوف أن الرماية يعني رياضة قد تكون مختصرة بس على الرجال فقط وممكن أن يستصعبونها البنات كممارسة فيها هل شفتي فعلا أن هذه النوع من الأمور أو نظرة المجتمع بشكل عام ممكن أنها أثرت فعلا على رياضة رماية وبالأخص مشاركة الفتاة فيها شوفي هي الرياضة بشكل عام يعني ممكن نواجحنا صعوبة بمجتمع لأن في مجتمعات ما تقبل أن الفتاة تأخذ مجال رياضي دائما نعبال لهم أن المجال الرياضي فقط مختصر على الشباب أو على الرجال وخاصة من لعبتنا أحنا وفيه لعبات ثانية يمكن نقول كاراتي فيه ممكن كارات القدم ويد الناس تنظر لها نظرة أنه أنت وهذه اللعبة بس حق شباب ممكن تكون بنيا بس البنيا يمكن مستواها ويد أحسن من الشاب صحيح أو الرجل فأنا نهائيا ما حتى لو أن يواجهني هذا الشيء ما رح أوقف بصراحة لأن المجال هذا أنا ويت حبته وقاعد أنجز فيه وقاعد أبدع فيه فما أعتقد أن هذه الأمور ستأثر علي طبعا البنت الكويتية ثبتت فيه كثير من مجالات مو بس مجال الرياضة ولكن جوابت ياخذنا لسؤال كثير عندنا من إنجازات الرياضية بالكويت سواء هالسنة أو السنة اللي فاتت ولكن فيه جانب ثاني اللاعبين دائما يتذمرون على اللي قاعد يصير الوضع العام عندنا بالكويت من ناحية الرياضة ولكن شون قدرت تتخطين هذا الشيء وتسوين إنجازات كثيرة على مستوى الكويت أو على مستوى العالم أنا بدايتي أول شيء لما صار الإيقاف الرياضي طبعا كل لاعب بالكويت أكيد حاش أحباط طبعا نزل مستوانا من مستوى لمستوى كأن نحن متهيئين أصلا نحن كان في عندنا بطولة بالكويت هي بطولة أسيوية كانت هذه نهاية موسم البطولات عندنا اللي تأهلنا حق أولمبيات البرازيل فكان في بطولة عندنا أسيوية بالكويت كان المفروض يعني أي رامي يحقق المدالية الذهبية أو السيلفر أو البرونز كان رح يتأهل ويأخذ بطاقة التأهيل ويتأهل حق أولمبيات البرازيل نحن صار عندنا هذه العقوبة العقوبة هذه كانت قبل البطولة تقريباً بأربعة أيام فلما سمحتنا بالخبر مو بس أنا أكثر من رامي عندنا بالنادي صار فينا أحباط بس وتعاقبنا وغير هذا تكنسلت البطولة بشكل رسمي نحن استمرنا يعني قشينا البطولة بس قالوا لنا ترى الكويت ما لها أي بطاقة تأهيل صحيح فتحولت البطولة هذه حق الهند فصارت البطولة بالهند بس للأسف حنا ما شاركنا فيها لأننا كنا معاقبين بس معاقب رغم من كل الظروف اللي احنا واجهناها ما أعتقد أن إذا الإنسان يبيوصل حق شي شي ثاني يأثر عليه يعني من بعد هذه البطولة هذه صار عندنا بطولة آسيا والحمد لله حققنا فيها إنجازات خيالية في بالتراب بالدبل التراب بالسكيت حققنا وايد إنجازات بهذه البطولة وحتى البطولات الحين اللي إياها ما شاء الله عندنا رماتوا وايد قاع يبدعون وقاع يصلون حق مراكز أولى صحيح أفراح يمكن قبل وشوك أنت قاعد تكلمين تقولين أن أنا كانت عندي نظر أن أنا بأخذ إنجاز على مستوى مثلا الكويت بعدها صار إنجاز على مستوى الخليج وانتقل لي العرب نظرتك الياية شنو راح تكون أي إنجاز إن شاء الله راح يكون إنجاز عالمي بدنا الله إن شاء الله إن شاء الله كل الشكر لك على وجودت معانا أفراح البطل أفراح بن حسين على وجودت معانا ونتمنى هذا الإنجازات إنها تستمر سواء سنة 2017 أو السنين القادمة وكثير عندنا من الأبطال ونقول لهم موفقين وشكرا على هذه الإنجازات اللي قاعد تحقونها باسم الكويت كل ما أخير أحبت وجهنا لكل الشباب الأبطال اللي قا يحقون على الرغم المستوى اللي قا يصير عندنا بالكويت طبعا أوجه لهم جزيل الشكر على كل الرياضي قاعد ينجز ويبدأ حق ديرتها لأن بالنهاية الكويت تستاهل مهما قدمنا لها ما راح نكفي ولا نوفي لها طبعا يعطيك العافية أفراح بن حسين وموفق إن شاء الله من خلال هذه الهواية وهذه الرياضة بشكل عام تحققين هذه الإنجازات العالمية يعطيك العافية على وجودك اليوم معنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم قاكم على خير إن شاء الله باتشر على نفس الموعد مع السلامة مع السلامة